أعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن إدانته واستنكاره لصور الانتهاكات المتكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وقال رئيس مجلس النواب في كلمتي خلال الجلسة العامة اليوم إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين ما هو إلا تعد صارخ على حورية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كفا كان اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين ما هو إلا تعد صارخ على حورية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كافة كما أنه تصعيد خطير غير مقبول ولن ينتج عنه إلا مزيد من الاحتقان وتفاقم للعنف وتقويد لجهود التهدئة التي تسعى لها مصر في ظل شراكة إقليمية ودولية ونحن إذ ندين ونستنكر هذا الاعتداء السافر على القيم الإنسانية والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات حتى نجنب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف ترجمة نانسي قنقر